عقد الفريق مهندسة كامل للوزير نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية صناعية وزير الصناعة والنقل عقد لقاءا مع رئيس شركة تكنولوجيا الحديدة للأبواب المعدنية المقاومة للحريق من أجل بحث خطة إنشاء مصنع الإنتاج الأبواب المصفحة وكملياتها في مصر أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوهي الدعم الممكن للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج الترخيص الصناعية كما وجه بيتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أجل سرعة إنهاء إجراءات الترخيص لسرعة إقامة المصنع وتشغيل وبدء الانتاج في مصر رفت الوزير إلى ضرورة تنويع منتجات الشركة المزمع انتاجها في الأسواق المصرية لتشمل كمليات الأبواب الخشبية العادية هذا بالإضافة إلى الأبواب المصفحة والمقاومة للحريق من أجل توطين صناعة الأبواب الخشبية في مصر لتلبية احتاجات الأسواق المحلية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات ترجمة نانسي قنقر